وده حاببنا اللي ده روبنا هي دي انجي بالميوه رقص وغناء انجي علي وخالد سليم بلبس البحر وهو يغني لها اهدى قلبي واستنى جدل كبير على موقع تواصل الاجتماعي بعد ما شاركة الاعلامية انجي علي جمهورها على موقع تبدل الصور والفيديوهات قال انستجرام مقطع فيديو لها هي وخالد سليم على البحر بميوه وخالد سليم بلبس البحر وهو يحتضنها ويغني لها اهدى يا قلبي اهدى واستنى هي دي انجي اللي هي اغنيته ببلاش الملامة مما اثار غضب واسع من رواد مواقع تواصل الاجتماعي وضجة كبيرة على السوشيال ميديا بالاستياء من هذا الفيديو وخاصة انهم مجرد زملاء عمل يعني فنانين زي بعض فقط وطريقة التعامل والاحضام بالملابس العارية والغناء اثرت الغضب فانقسم الجمهور للقسمين القسم الاول اللي هاجم انجي علي وقال ازاي تظهر بملابس البحر بالشكل ده وتصرفاتها غير مسؤولة القسم التاني بقى قال ايه هي حرة تعمل اللي هي عايزة نيجي احنا بقى ونقول رأينا هي عايزة تعمل اللي هي عايزة وهي حرة ما تنشرش على وسائل التواصل الاجتماعي هو ده غلط هي مش حاسة انه غلط بس ما تنشرش على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تطلع ترند وده طبعا ظاهرة سيئة لان المفروض ان الفنان او الشخصية العامة بيحاسب على تصرفاته يعني المفروض انه يكون قدوة فين القدوة السيئة اللي بتدي تصريح للبنات والشباب انه هم يعملوا كده مع ناس مجرد زميل مفيش ما يربطهم ببعض لان المناظر دي بتكون بينزوج وزوجة على البحر وممكن يتكسفوا ممكن يتكسفوا ينشروا الفيديو لان دي حياتهم الخاصة المفروض ما تطلعش على الملأ اختفى من المجتمع صفاتين اتنين هما الحرام والعيب ودي زريعة زريعة كبيرة لهاد من قيم المجتمع ومبادئ الاسرة المصرية فين بقى الحقوقيين وفين محاميين السوشيال ميديا وفين حملة التطهير من ده كل